فيما كان عدد من السفراء الأوروبيين والمبعوث الأممية تواجدون في صنعاء شنت ميليشيا الحوثي هجومها على محافظة مأرب بقصف صاروخي أعقبته بعملية عسكرية كبيرة في نهم والجوف إلا أن الموقف الدولي بدى خجولاً وغير متناسب مع خطورة الأوضاع موقف أعطى بحسب مراقبين مؤشراً سلبياً لتعاطي المجتمع الدولي إزاء الميليشيا وسياسته تجاه الجماعات الإرهابية خصوصاً إذا ما وضع في الحسباني موقف المجتمع الدولي من معركة السيطرة على ميناء الحديدة عندما كان الجيش الوطني والمقاومة على أبواب الحديدة استخدم المجتمع الدولي كل قوته للحلولة دون انتزاع ميناء الحديدة من يد الإنقلابيين تحت مبرر الدواعي الإنسانية الكارثية وسيق الجميع نحو اتفاق السوكهولم الذي كان بمثابة طوق نجاة لميليشيا الحوثي يقول مراقبون إن استهداف مأرب المدينة المقتضة بالسكان من قبل صواريخ الحوثي الباليستية يثير الكثير من التساؤلات حول إدارة العالم للأزمة في اليمن أو على الأقل يلقي بغلال من الشك تجاه دور المجتمع الدولي في الأزمة يعيش اليمنيون حالة من الصخط إزاء ما حدث خلال الأسبوع الماضي في مأرب ومحيطها الذي يشهد مواجهات واسعة بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية فيما يبدو موقف التحالف مكشوفا في حساباته العسكرية مع الجيش الوطني الذي يواجه بأسلحة متوسطة ميليشيا إرهابية تمتلك صواريخ باليستية متطورة وطائرات مسيرة تمنحها قوة ضاربة حالة التهي الذي تمر به البلاد والإخفاقات السياسية والتساع نطاق التدخلات جميعها تمنح الميليشيا فرصة لتوسيع رقعة سلطتها بالمقابل تبدو الشرعية التي خرجت من صنعاء وعدن في أضعف حالتها الآن يرى مراقبون أن العملية العسكرية التي تنفذها ميليشيا الحوثي في نهم والجوف تهدف إلى ترسيم خطوط سيطرة الأطراف على الأرض ليتم فرض تسوية سياسية تدخل فيها الشرعية وهي الطرف الأضعف وهذا يفسر ضعف الموقف الدولي وعدم قيامه بأي خطوة لإيقاف المواجهات ورغم أن هزيمة الشرعية في نهم تبدو فادحة الآن إلى أن طريق السلام لا يزال بعيدا فيما تبقى جميع الصيغ المطروحة من المجتمع الدولي للسلام في اليمن لا تعني سوى تمكين ميليشيا الحوثي من تثبيت سلطتها وشرعانة انقلابها